فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففها ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله نعم هذا الراوي ينكر على من في زمانه من الأمراء وغيرهم الذين يخففون الصلاة ويخففون الركوع والسجود ويقول إن هؤلاء مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وليت أئمة المساجد الآن يعلمون هذا فلا يتصرفون من عندي أنفسهم واجتهاداتهم أو يغلب عليهم الكسل فيقصرون القراءة ويخففون الصلاة يعني تفاعلا مع الكسل وحب الراحة اشتركوا في القناة